بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي التلميذات عزيزاء التلميذ سلام الله عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في رحاب الفلسفة فبعد تناولنا واشتغالنا على مفاهيم التقنية والعلم الشغل وكلها مفاهيم ادخلوا في إطار مجال الفعلية والإبداع نقفوا إياكم في هذه الحصة عند موضوع يتعلق بمحددات الإنشاء الفلسف المدرسي صيغة النص المرفق بمطلبي التحليل والمناقشة علما أن محددات الإنشاء الفلسف المدرسي ترتبط بصيغ ثلاث صيغة السؤال الفشكالي صيغة القول المرفق بسؤال وصيغة النص للتحليل والمناقشة هذا الأخير موضوع حصتنا لهذا اليوم ولكل صيغة من هذه الصيغ خطوات منهجية خاصة كما تجدروا الإشارة أيضا إلى أنكم كتلامدة مستوى السنة الأولى بكالوريا علوم متابعون خلال هذا الأسس الثاني بفرضين الأول يكون على شكل نص فلسفي للتحليل والمناقشة أي نص فلسفي مديل بسؤال حل وناقش والثاني على شكل سؤال إشكال إذن غايتنا هذه الحصة هو التمكن من استعاب مختلف الخطوات المنهجية التي من خلالها نستطيع كتابة إنشاء فلسفي يستجيب للعناصر الأساسية المتعلقة بتحليل ومناقشة نص فلسفي كما نهدف إلى تهيئكم لاجتيار الامتحال الوطني لذلك فهذه الخطوات المنهجية التي سنقدمها لكم حول كتابة الإنشاء الفلسفي ثقة النص للتحليل والمناقشة مستوحات من الأطر المرجعية المحينة للامتحال الوطني للبكالوريا 2014 ومن مذكرة التقوين رقم 4 على مئة وإذن واربعون ومن عناصر الإيجابة المحينة لمواضيع امتحانات الدورتين العادية والاستدراكية لسنة 2019 عندما نشتغل على نص فلسفي مرفق بمطلبي التحليل والمناقشة فالمطلوب منا هو كتابة إنشاء يحترم المطالب الآتية أولاً مطلب الفهم وعليه أربع نقاط ثانياً مطلب التحليل وعليه خمس نقاط ثالثاً مطلب المناقشة وعليه كذلك خمس نقاط رابعاً مطلب التركيب وعليه ثلاث نقاط وأخيراً مطلب الجوانب الشكلية والأسلوبية وعليه ثلاث نقاط أنتقل بكم إلى التفصيل في هذه المطالب أولاً مطلب الفهم مطلب الفهم هو عبارة عن مدخل للموضوع أي مقدمة أو تأثير إشكالي من خلاله يسمح بقياس مدى فهم التلميذ للنص ولموضوعه وذلك بالتسويغي وبيان ما يجعل من القضية أو القضايا التي يثيرها الموضوع محط نقاش ونظر وتفكير إذن يتبين أن هذا المطلب يقوم على خطوات ثلاث وهي تحديد موضوع النص والتمهيد له نقطة واحدة صياغة الإشكال نقطتان ثم طرح أسئلة أساسية موجهة للتحليل والمناقشة نقطة واحدة فيما يخص تحديد موضوع النص والتمهيد له يمكن الإنطلاق لا للحسب إما من مساءلة الواقع مثلاً لنفترض أن النص قيد التحليل والمناقشة يتناول موضوع الشغل ويعالج قضية الشغل كخاصية إنسانية هنا يمكن الإنطلاق من الواقع ونعتبر أن النشاط الإنساني أي ما يقوم به الإنسان خاصة في علاقته بالآخرين والطبيعة هو نشاط يستهدف من خلاله لتحقيق حاجياته البيولوجية الضرورية التي تحافظ على بقائه كأن يعمل الإنسان لكسب خوت يومين نفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالنشاط الحيواني كأن يعمل حيوان القلدس على بناء سدن لإسطياد الأسماك لكسب خوت يومين إذا أعتبرنا هذا النوع من النشاط شغل فهذا معناه أن الشغل قاسم المشترك بين الإنسان والحيوان لكن بمجرد أن نتأمل علاقة الشغل كنشاط إنساني برغبات الإنسان واختياراته نجد أنه يرتبط بأبعاد ومميزات وخصائص لا نجد هذا من النشاط الحيواني وبهذا يصبح الشغل فاعلية بشرية إذن هنا حاول التمهيد للموضوع انطلاقاً من مساءلة الواقع المعيش كما يمكن أن المهيد لهذا الموضوع أيضاً انطلاقاً من التأطير المفهومي وهنا نعمل على تقديم تعريف إجرائي حول الموضوع مثلاً يتحدد الشغل كنشاط إنتاجي بواسطته يغير كل من الإنسان والحيوان الطبيعة الخارجية إلا أن الإنسان يغير بواسطته أيضاً طبيعته الإنسانية بالعلم حيث يحقق ماهيته وحياته النوعية هذا بالإضافة إلى إمكانية الإنطلاق ليس فقط من مساءلة الواقع المعيش أو التأطير المفهومي بإمكاننا أن ننطلق أيضاً من مساءلة الفداها أو مساءلة الدات أو التأطير منطلاقاً من استبعاد أطروحة كلها منطلقات بإمكان المتعلم أن ينطلق منها لصياغة تنهيد مناسب لموضوعه أو لإنشائه هذا التمهيد سيمكننا من صياغة الإشكال وفيما يتعلق بصياغة الإشكال فيمكن الإهتداء إلى ذلك عن طريق المفارقة أو الإحراج أو التقابل والتي يفترض أن يقودنا إلى هذا التمهيد الذي اخترناه للموضوع كأن ننطلق على سبيل المثال من تحديد المفارقة وانطلاقاً من التمهيد الذي حاولنا الإتيان به أنفاً الشغل خاصية إنسانية الشغل قاسم ومشترك بين الإنسان والحيوان أو من التقابل وهنا التقابل على المفتوى المفاهيمي الضرورة والاختيار النشاط الإنساني والنشاط الحيواني الحاجة والرغبة إلى غير ذلك إذا انطلاقاً من الإحراج انطلاقاً من التقابل من المفارقة يمكن صياغة الإشكال والتي يمكن التعبير عنها في السؤال الإشكالي مثلاً هل الشغل خاصية إنسانية أم أنه قاسم المشترك بين الإنسان والحيوان ننتقل بعد ذلك أي بعد صياغتنا للإشكال إلى طرح أسئلة متدرجة أسئلة للتحليل والمناقشة هذه الأسئلة تعكس المصار الذي سنقطعه في بنائنا للموضوع الإنشائي وتقديمنا لحل المشكلة الفلسفية المطروحة ما يميز سؤال التحليل أو أسئلة التحليل أنها أولاً ترتبط بمرحلة التحليل ثانياً تكون الإجابة عنها من داخل النص من قبل ما الشغل؟ ما الفاعلية؟ ما الذي يجعل من الشغل خاصية إنسانية؟ أو بأي معنى يعتمر الشغل خاصية إنسانية؟ أما سؤال المناقشة أو أسئلة المناقشة فهي أسئلة نقد وفحص تكون الإجابة عنها خارج النص والإجابة عن سؤال النقد يكون في مرحلة المناقشة من قبيل ألا يمكن اعتبار الشغل خاصية إنساني أو ألا يمكن اعتبار الشغل قاسم الشرك بين الإنسان والحيوان؟ أو مثلاً إلى أي حد يمكن اعتبار الشغل خاصية إنسانية فقط؟ إذن هذه التساؤلات المنطبطة بالنقد والمناقشة من خلالها نضع موقف صاحب النص موضع سؤال بهذا نكون قد أنهينا مرحلة الفهم ونذكر أن مطلب الفهم يجتمل على خطوات ثلاث تحديد الموضوع والتمهيد له صياغة الإشكال طرح أسئلة موجهة للتحليل والمناقشة بعد مطلب الفهم ننتقل إلى مطلب التحليل إذن بعد ما أنهينا من مطلب الفهم ننتقل إلى مطلب التحليل أي المرحلة الثانية مطلب التحليل هو لحظة اشتغال منهجي ومنظم على النص نعمل من خلاله على استخراج أطروحة النص باعتبارها جواباً أولياً من بين إجابات ممكنة عن الإشكال مع توضيح وشرح هذه الأطروحة وهنا يجب تحديد الأطروحة بدقة كأن نقول مثلاً يؤكد صاحب النص أن الشغلة خاصية إنسانية ونقوم بشرح هذا الموقف منطلقين من الأفكار والمضامين المستخرجة من النص وهنا لا يجب إعادة كتابة النص وإنما نوظف أسلوبنا الخاص بعد تحديدنا للأطروحة وشرحها عبر مضامين النص الأساسية ننتقل إلى الخطوة الثانية المتعلقة بتحليل مفاهيم النص وذلك بشرحها من خلال أو انطلاقاً من تعريفات النص لها أي أننا نستخرج مختلف تعريفات التي وطفها صاحب النص أو انطلاقاً من معناها داخل سياق النص أي أننا نستخرج المفاهيم الأساسية والتي لا نجد لها من داخل النص تعريفاً صريحاً ونحاول شرحها عبر إعطاء معنى لها انطلاقاً من سياق النص أو انطلاقاً من المعاجم شريطة أن تكون مناسبة بمعنى أنه بإمكاننا أن نوظف تعريفات لمفاهيم اعتمدها صاحب النص مستوحاد مما درسناه في الفصل أو انطلاقاً من بعض المعاجم أو القواميز خاصة الفلسفية منها لكن يجب أن تكون هذه التعريفات تتماشى وتصور صاحب النص وهكذا عندما نحدد هذه المفاهيم يسهل علينا الوقوف عند التمييزات المفاهيمية التي يقيمها النص وكشف العلاقة بين المفاهيم بمعنى أنه يسهل علينا الكشف عن العلاقة فيما بين المفاهيم هل هي علاقة تكامل، تضمن، تقابل إلى غير ذلك والوقوف عند التمييزات المفاهيمية التي يقيمها النص بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثالثة والتي تتطبط بتحليل الحجاج المعتمد ويتعلق الأمر هنا بتحديد حجاج النص المعتمدة وبيان المصار الاستتلالي الذي سلكه صاحب النص لعرض أطروحاته وحامل المتعلق على قبولها والاقتناع بها فكما تعلمون أن النص التلسفي هو في المقام الأول نص الحجاجي لذلك على المتعلم أن يتبين المصار الذي اتخذه صاحب النص لإتفاع عن أطروحاته ومن ثم تحديد مختلف الحجاج المعتمدة أولاً بتحديد نوع الحجة مثلاً نقول حجة مثال ثم المؤشرة تدل عليها من داخل النص ثم وظيفة هذه الحجة من داخل النص هكذا نكون قد أنهينا مرحلة التحليل وندكر أن هذا المطلب يحتوي على الخطوات التالية استخراج الأطروحة وشرحها وعليها نقطتان تحليل المفاهيم والعلاقة بينها نقطتان ثم آخراً تحليل حجاج النص وعليه نقطة واحدة وقبل أن ننتقل إلى مطلب المناقشة من الضروري صوت استنتاج أو سؤال الانتقال أو كلاهما من أجل نقل المقال الإنشائي بشكل ثالث إلى لحظة المناقشة ننتقل إلى المطلب الثالث أي مطلب المناقشة وهو بمثابة حوار وتفكير مع وضب أطروحة النص في سياق الإجابة عن الإشكال ويتم في هذا المطلب أولاً مناقشة أطروحة النص بمساءلة منطلقاتها ونتائجها مع إبراز قيمتها وحدودها إبراز قيمة الأطروحة من خلال الوقوف عندما كان القوة للأطروحة من حيث حجاجها قيمتها المضافة للموضوع أو القضية المضافة إلى غير ذلك وهنا نحاول أن نعود إلى البنية الحجاجية المضافة في النص ونحاول أن نكتشف طبيعتها وقوتها وإذا كانت هذه البنية الحجاجية تتميز بالقوة وقريباً من الواقع وتمتلك قوة الإقناع هنا نستطيع أن نقول أن هذا المصار هو بمثابة قيمة مضافة للطرح الذي قدمه صاحب النص أما حدود الأطروحة فيمكن إبراز ضعف الأطروحة إن كان فيها من حيث ضعف حجاجها بتناقض القضايا المعذرة عنها أو بإبراز تناقض المفاهيم التي استعملها النص دائماً إن كان هناك تناقض أو إبراز تناقض بين منطلقات النص ونتائجه مثلاً كأن ينطلق صاحب النص من مقدمة معينة أو من مبدأ معين ويتوصل إلى نتيجة تعاكس المقدمة التي انطلق منها إذن يوجد هنا تناقض وبالتالي فهي محور من محاور ضعف الطرح الذي قدمه صاحب النص ثانياً مطلب المناقشة دائماً يتم ثانياً بفتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي يثيره النص وذلك باستدعاء أطروحات أخرى مناسبة لمناقشة أطروحات النص هذه المواقف مؤيدة كانت معارضة كأن نستحضر مثلاً بعض المواقف الفلسفية التي درسناها في القص ولكن شريطة أن تعالج نفس الإشكال ونفس القاضية المتبطة بالنص أو باستدعاء معطيات علمية إذن هنا باستدعاء أطروحات أخرى مناسبة لمناقشة دعواء أطروحات النص أو ثانياً باستدعاء معطيات علمية فنية من شأنها أن تغني المناقشة وهنا بالإمكان استحضار بعض المؤطيات المتعلقة بمجالات العلم، الفن، التاريخ والتي من خلالها يمكن إطفاء بعداً نقدياً على المناقشة بهذا نكون قد أنهينا مطلب المناقشة وندكر أن هذا المطلب يتعلق بالخطوتين الأولى ترتبط بإبراز قيمة وحدود الأطروحة وعليها ثلاث لقاء الخطوة الثانية ترتبط بالإنفتاح على إمكانات أخرى للتفكير الإشكال وعليها نقطة أنتقل بكم إلى مطلب الترقيم وهو دعوة مذكر فيها إلى اللحظات الأساسية في التحليل والمناقشة بهدف استخلاص النتائج وتقديم حل للإشكال أكيد حل ليس نهائياً بالضرورة ويتضمن التركيب خطوتين أساسيتين الأولى خلاصة التحليل والمناقشة ومن خلالها نعمل على استخلاص نتيجة التحليل ونتيجة المناقشة بالتذكير وبإيجاد في المواقف ومحاولة تبيان العلاقة فيما بينها متعارضة أو متكاملة إلى غير ذلك ثانياً إبداء الرأي الشخص المبني أي تقديم رأي شخص مدعب حيث يمكن مثلاً الانتصار لإحدى الأطرحات خاصة تلك التي تمتلك قوة من حيث فجاجها وقدرتها على الإقناع أو صياغة منقف تركيبي من خلال التوفيق بين المواقف المظفة لمعالجة الإشكال أو آخراً تقديم وجهة نظر خاصة مغايرة شريطة أن تكون مبررة أي بإمكاننا هنا أن نقدم تصوراً خاصاً يتعلق بالإشكال المطروح ولكن لابد من تدعيمه بحجاج مختلفة بانتهائنا من مطلب التركيب نكون قد أنهينا من كتابة الإنشاء الفلسفي يستجيب للخطوات المنهجية المتعلقة بتحليل ومناقشة نصف الفلسفي لكن للجوانب الشكلية والأسلوبية دوراً بارزاً في سلامة الإنشاء أو الموضوع الذي أنجزناه لذلك لابد من مراعاة ما يلي تماسك العرض أي ترابط اللحظات الأربع للموضوع بحيث يكون الانتقال من اللحظة إلى أخرى انتقالاً مبرراً وسلساً يكشف وحدتها وترابطها وعليه نقطة واحدة سلامة اللغة أي خلوها من الأخطاء الإملائية والنحوية وغير ذلك نقطة واحدة أيضاً وضوح الخط بحيث يكون الخط مقرؤاً وجميلاً نقطة واحدة إذن عزاء التلميذ عزاء التلميذات نجد أن الخطوات المنهجية المتعلقة بتحليل ومناقشة نصف الفلسفي وذكير وبعجالة أن مطلب الفهم عليه أربع نقاط يرتفط بخطوات ثلاث الأولى تحديد موضوع النص والتمهيد له صياغة الإشكال ثم أخيراً طرح أسئلة موجهة للتحليل والمناقشة ثم مطلب التحليل وعليه خمس نقاط يترابط بخطوات ثلاث الخطوة الأولى تحديد الأطروحة وشرحها ثانياً تحليل المفاهيم وكشف العلاقة فيما بينها ثالثاً وآخراً تحليل الحجاج المعتمد حينما انتقلوا إلى المناقشة فهي ترتبط بخطوتين مناقشة داخلية ترتبط بإبراد قيمة وحدود مطروحة ثلاث نقاط ثم بالانفتاح على إمكانات أخرى في التفكير وللتفكير في الإشكال نقطتها أما الترقيب عليه ثلاث نقاط نجد أولاً خلاصة للتحليل والمناقشة نقطتها الرأي الشخص المدعم نقطة واحدة إذن عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ بعد تعرفكم واستعابكم للخطوات المنهجية الخاصة في الكتابة الإنشائية الفلسفية المتعلقة بتحليل ومناقشة نصين فلسفي يمكنكم التمرن على هذه الخطوات بالاشتغال على بعض النصوف التي اشتغلتم عليها داخل الفصل إذن شكراً على حسن انتباهكم وعلى إنصاتكم ولنا عودة في القريب العاجل